الحقيقة هو كين هناك أشياء عديدة وهذه الأشياء تجمعت منها ما يتعلق بتربية وتربية فيه بعض الأشياء اللي هي التعلق بالمناهج وفيه أشياء اللي تعلق بالأشخاص يعني في التأطير وهذه ممكن هو أن ننجي لها في موضوع مستقل بالإضافة إلى الإعلام كين هناك ثراغ كين هناك غزو غزو عن طريق هذه القنوات الفضائية لنشر الإنحلال الخلقي لتدمير الأسرة عن طريق مسلسلات مدبلجة عن طريق أغاني اللي هي تستثير العواطف بالإضافة إلى هناك الأنترنت أنترنت الآن راه صار بإمكان أي إنسان يليج للأنترنت من خلال هاتف النقال وللأسف شديد لما يكون مكانش هناك ثقافة مكانش هناك وعي تولي الناس يتولي تلجأ تروح الأمور هذيك انتعى الضحك انتعى اللاعب انتعى له وبالإضافة إلى أنه هذا الناس اللي راه مدركوا ما متحكمين في هذه المواقع للأنترنت يعرفوهما 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 من خلال أرقام من خلال أماكن اللي راه متوجدين فيها من خلال الأشياء اللي هم يتابعوها بمعنى أنه قال مثلا نظركوا مثلا المحرك جوجل راه هو كينين فيه مواقع مرتبطة به راه مما يدفعوا فيه إشهار فيما بعد انتعى قال مثلا واحد هو يدخل للفيسبوك أو لليوتيوب أو الجوجل لما هو مثلا يكون يبحث على حاجة أو هو يشوف 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 حاجة قال مثلا مقطع فيديو والله ذيك يصير هو يخرج لك في الشبيهات انتعو خاصة من هذا الناس اللي راه مهما مرتبطين به فتبقى أنت من فيديو الفيديو من تسجيل تسجيل من حاجة الحاجة تلقى رحك راح وقتك كامل في قراءة التفاهات في متابعة التفاهات بالإضافة إلى ذلك كإن هناك هذه محركات البحث وهذه المواقع اللي راح ذركية تشتغل على هذه المسائل عندهم هما علماء راموما يتابعوا في هذه الأمور يقرأوا فيها من ناحية نفسية من ناحية علمية إذا كان في وقت من الأوقات كانوا هما ما يقدروش يروحوا يوصلوا للشعوب ربما كانوا هما يستعينوا بعملاء وبجواسيس وربما بجمعيات وكذا الآن عن طريق هذه المواقع مثل ما كنتم قلت لكم أنا عن طريق أرقام الـ يوصلوا لهذه الأشياء فيصيروا هما من خلال هذه الأرقام يعرفوا مثلا شعب الجزائري شعب المغربي شعب التونسي شعب الموريطاني شعب الليبي شعب المصري شعب سعودي شعب الكويتي عن طريق هذه الأرقام الـ هما يقدروا يوجهوا بعض الأشياء ويغرسوها عن طريق صفحات قال هذه صفحة الجزائر في الفيسبوك عندهم هما باش داكوي خاصة بالجزائر من خلال أرقام الإي بيتاه حدينا قال دير هذا الفيديو ديره في صفحة الأولى باش الناس كما تشوفوا ومن بعد يصير فيه تشجيع هاو فلان هاذاك هاو هاو ضغط على الإعجاب هاو ذاك هاو بارتاج كذا هاو كذا اللجل باش هما يزيدوا يروجوا لهذه كله والناس اللي رهم هما مثلا جربوا فقط الإشهار رهم يعرفوا هذه المسائل يعني أنا شخصين العبد الضعيف في وقت من الأوقات جربت هذا الإشهار هذا عن طريق الفيسبوك في صفحة اللي كنت أديرها اللي هي اللي انت على المصالحة الجزائرية يعني بغرض هو انك انت قال مثلا كمثال تدير انت مثلا سيكون تورو باش انت تدير ترويج للصفحة تخير انت كي بنقوله الجمهور اللي انت رأي وانت أحب هذيك الأشياء هي توصل له قال مثلا فرضا الجزائر دير انت قال لعمر مثلا من 18 إلى 35 سنة كمثال وتدير انت عدد الأيام ايش حال تستهلك قال مثلا في النهار قال مثلا انت عشر أورو تدير انت على خمس أيام هو يستهدف لك هذا الجمهور من خلال أرقام الابي هم يعرفون ويصيروا هذوك يوجهوا فيهم هما للصفحة وتشوف انت كيف تنتعش هذيك الصفحة من خلال هذك الإشهار هذك يعني لما راني نقول لك في هذك الحواج ما نقول لك فيها من راسي من خلال المتابعة والتجربة بمجرد هو انك تتوقف على عملية الإشهار باج انتعك يبلوك يوهلك تقول لي ما تخرج في الاباج هذيك داكيو اللي كنت نحكي لك عليها أنا يقول لي ويشوف ها غناس اللي راهم هما فعلا يتابعوا فيك ما توصلش لكل الناس بالتالي ذرك كينين صفحات اللي هما لما ينشر حاجة خرجوها لفالأباج داكيو يدعموه من أجل على جلبه هما ينشروا هذيك الأشياء لأن احنا احنا الشي اللي راني نقوم به هو تنوير الناس بالحقائق تنوير الناس بالوعي صحيح وما يقدر حتى واحد يستغلنا ننتقد نظامنا ولكن عيننا مفتوحة على البلاد البلاد مستعدين بش نموتوا من أجلها النظام يروح إلى مزبلة التاريخ نقدر نقولها هنا بالصح هذا العبيد لا يقدر يقولها النظام يروح المزبلة التاريخ لكن الجزائر فوق رسنا البارح واليوم وغدوى فهما كائنين الناس من البيدق هذوك من الناس من التافيهين هذوك اللي هما يستغلوهم ويوظفوهم ويحركوهم ضد الجزائر يدعموهم يدعموهم إذن كائنة محركة البحث رهي تعمل في هذا العمل كائنة منظمات صهيونية تعمل ليل نهار من أجل ضرب الأسرة الجزائرية ضرب القيم ضرب الحشمة ضرب الحياة ضرب هذيك الفضائل اللي رهي منشرة في المجتمع وما تروج انتال هذيك الأشياء اللي هي تدعو للكفاف تدعو للطهارة تدعو للأخلاق تدعو للعفة تدعو بالعكس هما يروجوا للفساد يروجوا للصور المنحطة يروجوا للرقص يروجوا للغناء الماجن يروجوا لهذه الأشياء كل الأشياء هي اللي تخاطب هذا العقل واللي هي تدعو للمواطن هذيك عجل بش يفطن بش يفيق لا ترويج للفساد المخدرات المسكرات للمجون لكلام طايح العراق فساد الأخلاقي بكل هذا هو وإلى رقم تشوفوا شوفوا هذا موش قال كلامي أنا برك ورحوا شوفوا شوفوا في هذه المواقع في اليوتيوب في الفيسبوك شوفوا شوفوا بعينكم روحوا شكون هما اللي راه هم ذرك معروفين في الجزائق هل ترى هما فئة العلماء فئة المفكرين فئة الأساتذة فئة المربين فئة الدعاة شوفوهم شوفوا الصفحات الأولى شكون هما هما توع البارات توع الحانات هما هو اللي راهم ينشرو في الفساد الأخلاقي بشتة أنواعه هما اللي راهم ينشرو في الإشاعة هما اللي يضرب في قيم المجتمع يدعم فيهم بل حتى هذه القنوات صارت لما تشوف هي مرات رانا تكلمنا عليها البارح وتكلمنا عليها في وقت سابق يقول لي وشوفوا في هذا الناس كأنهم عندهم تأذير سحري على المواطنين يقول لي هما زعمة شغول عن طريقهم باش يستهدفوا هذك البيبليك اللي راهم هما يتبعوا فيه باش هما زعمة شغول يجيب دوهم لما انت يجيبوا واحد القانات فضائية دون هو انه انظروا يسميه في الاسماء والله ذيك لما يجيبوا هو القانات فضائية في اعتقادهم هو انه راهم راحين يجيبوا البيبليك تاعوا معاه قال باش هو يقول لي رح يتبع القانات هذيك ومن بعده ما عن طريق القانات هذيك قال يقول لي هما يغرسوا فيه هذيك الافكار لكن هما هذي الناس يروحوا يتبعوا الشخص هذا قال اللي را تعرضوا هذيك القانات لكن بمجرد هو انه ينتهي البرنامج باي باي ذيك القانات وروحوا يتبعوا هذوك اللي راهم قاعدين في ديارهم معا لهم الانترنت لولو تتبعوا في المسلسلات المدبلة جاو فالناس هتخدم تخدم من اجل باش تضرب الاسرة ومن اجل باش تضرب المجتمع لانه انت المجتمع ده مني نركب من نركب تركب من الاسرة والاسرة مني ما تركبه من الفرد تأذرك مثلا عندك في الفيسبوك والله في اليوتيوب نقوله مثلا المجتمع الجزائري فيها ربعين مليون ها نقوله عندك انت عشر ملايين ها عندك انت عشر ملايين في الفيسبوك والله في اليوتيوب لما يضرب لك هو ما نقولهش عشر ملايين ما نقولهش عشر ملايين نقوله النص يا سيد نكونوا برك موضوعيين يضرب لك هو النص يستهدف لك هو النص ومن النص هذا كنزيدون يقسموه الى زوج ها قالهما مثلا من النص هذوك اي في زي وهما زوج منين ونص زوج منين ونص هرها هو عدد كبير حتى مية الف حتى مية الف يعني نتكلم بدون مبالغة حتى مية الف تلما يستهدف لك انت مية الف ويصير هو يوظف لك في هذيك المية الف عن طريق نشر رداء تولي هذيك المية الف هذيك كما حبت الطومات الخامجة هذيك اللي تفزد الصندوق وما كانش مقاومة لانه ذو كنت هاي الناس رام عايشين في امريكا وعايشين في في استراليا وعايشين في اوروبا وعايشين في الخليج والله الناس اللي رام دركوا ما عندهم المناعة اي تحطوا وين تحطوا متأثرش فيه ها ما تأثرش فيه لانه عنده مبدأ يمشي عليه ما تأثرش فيه هذيك الرداءة والله هذيك تفا ربما يغلط ربما يخطع ربما يسهاء ولكن يعود ثم ثم يعود يرجع عود يرجع ربما يغيس هكذاك ست شهر عام ولله لكن اصله هذك يبقى يحكم فيه يبقى يجبط فيه بشوية 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 حتى هو يعود يفطن لكن مع ذلك كان الناس اللي يروحوا وذوقهما كان الناس اللي هما متأثرين بهذه الرداءة في هذه المواقع راهم يشوفوا بل انتا هذه الفيديوهات الرائجة هي هذا النوع اللي بتاع التافه صارت الناس الآن نظرك راها ولتك ما الفقاقع هذا الانسان اللي هو لا يفرق بين الحلال والحرام ما يعرف شنته هذه الاشياء مهم لا يهم هو هو كيف شرعه هو يجيب في هذه الكترام راها الناس تدير في واحدة الاشياء والله العظيم أنا ساعة ساعة نشوف لكن ليس بغرض تشجيع هؤلاء وإنما على جيل برك باش نطالع هذا الناس وشي الشي اللي راهم يديروا فيه تحس انتا في هذا الناس اللي راهم يتابعوا فيهم وكأنهم عقولهم غايبة خلاص تلقى انتا بالملايين يتابعوا فيه انسان تافه 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 ما راهم يقدم فيه حتى حاجة لبلاد بالاكس راهم يضيع في وقت شباب يدمر فيهم تافه مثلا قال شباب هذو محتاجين الى معلومات محتاجين الى هاكذا اشياء اللي انت تنورهم بيها تثقفهم بيها تخرجهم تحاولوا انك تساعدهم على جيل باشي خرجهما من هذيك الازمات اللي راهم فيها والله هذه تلقاهم قاعدين يضيعينهم في اوقاتهم في الضحك في اللعب تروح انت تلقى وروحك انت بلي ضربتها ربع سنين ولا خمسة سنين ولا انت قاعد تضحك هون بعد الناس راها تصنع فيه ارباح على ظهرك ايها الى يا صاحب الرأس المقفل ساعة ساعة ربما يقول واحد كلام هكذا خشين والله ذيك بغرض الاجل باش يستفز هذوك الناس باش يفطنوا خطر لما انت تتكلم معاه بالاعقل والله هذيك مرات كانين الناس اللي مثل هذك اللي يراه ذوك انت رقد في الدار انت تقول له نوض تقاعد نوض راها تساعة نوض والو اودي تقاعد نوض راها تساعة ونص نوض تحرك والو يا او العشرة تحرك نوض والو لازمك تخطف به السرير والله ترميه بدون تعماء بش الله لربما هو يتهز يفطن والو كانين الناس اللي راهم ذرك هما هكذا عقلو غائب اذا نهار كامله هو هكذا مع هذيك اللي الفيديوات التافهة وانت لما تتمسلك الاسرة خلاص ما قاعد لك وناس متعاونين معاهم في القنوات الفضائية قاعدين يجيبوه في ناس بلباس عاري كأنه هذي الناس معاهم حتى علاقة بالاسلام تعالوك لما تشوف انت في مجتمع اوروبي هو ثقافته هكذاك يوض هو انه الناس راهم ينشر في هذيك الاصالة عن طريق هذه القنوات الفضائية جيب القنضورة القبيلية جيب الجبال القبيلية جيب القنضورة انت على الاوراس جيب انت على الجلفة جيب انت على البرنوس جيب القشابية جيب هكذاك على جلبش انت تحافظ على هذيك الاصالة وتحسس هذيك الناس بالاخلاق وتحسس بكذا وتجيب انت دعاات ربانيين اللي هما يخاطبوا العقل ويفهموا الناس فهم صحيح جيب انت اساتيدة جيب انت بارامج اللي هي تساهم في الوعي تشاهم فيكذا يجيبوا في اشياء اللي هما راهم ينخروا في الاسرة كسروا في الحياة كسروا في الحشمة كسروا في كذا بكري الناس كانت تجتمع على التلفزيون في الاسرة اسرة الواحدة تجتمع على التلفزيون كانت الناس تشوف فيلم مع بعضها تشوف مع البليش انه مسلسل مع بعضها الان صارت الناس لا تستطيعوا الاجتماع على التلفزيون من كثرة هذه الاشياء بالاضافة الى ذلك الان راهوا كل واحد والقرنية ينتعوا كل واحد والزاوية اللي راهوا فيها واحد بالطبلات واحد بالهاتف واحد واحد ايفون واحد ما يشعر فانا كذا كل واحد راهوا يجبد في جبته وبالتالي لازم الانسان يدرك يدخل عن طريق هذه المواقع يدخل لها لازمش تخليها تدخل في مجال الرياضة تدخل في مجال الغنات تدخل في مجال المسرح تدخل من كل الزوايا وتحاول هو انك انت كل هذه الاشياء تستغلها من اجل باش انت توجه الناس توجيه صحيح تدخل انت في المسرح تجيب قلمة المسرحية اللي هي فيها رسالة غير هذه الرسالة اللي هما ينشروا فيها في كرة القدم في كل مجالات لازمك انت تدخل لهذه الاشياء خطر ذوق الجمهور هذا ما راهوش جاي قلمة في جهة واحدة برك راهو مزع وانت لازمك تصنع الرأي العام تصنعه في كل مجالات وهذه لازم لها عمل طويل هذي مش انت عشخص ولا انت عمي جمعة من الناس لازم لها عمل طويل كل انسان هو يجتهد وما يخليش هذا الناس يبقاوهما مستمرين في نشر هذه الرداءة هذي الناس راهو مسؤولين كين منهم اللي ربما ما يفطنش الان ربما بعد عشر سنوات والله يشوف يروحو وشوف يروحو باللي راهو كان مجنون راه كان فعلى بلو شوف يروحو وش راه يدير لكن راهو اذا اذا عائلات اذا شباب ومن بعد ستروطار من بعد يلقى روحو باللي خلاص كين اشياء اللي ما تقدرش تركتي فيها وراكم شفتوا الناس اللي راه هم ذو مثلا هما كانوا في مرحلة من شبابهم من المغنين هذو كل كانوا هما اللاتين بالصهرات والتنقلات والملاير اللي دخلوا فيها من السحت ومن الحرام والله هذيك راكم شفتوا كين منهم اللي هما ناس تابوا سواء كانوا جزائريين او غير جزائريين وشفتوا وش يقولوا شفتوا وش يقولوا خطر على الانسان في مرحلة الشباب هذيك تغروا صحته يغروا ربما جماله ربما منصبه ربما المادة اللي راه عنده تغروا ولكن راكم شفتوا في المقابل الناس اللي هما كانت عندهم اموال طائلة ورا عندكم نماذج كثيرة الناس اللي كانت عندهم الملايير في لحظة من اللحظات اصيبوا بي سرطان او اصيبوا بي كذا تلقاه هو كيفش واللي يوزع فيه هذيك الدراهم على جلبه شو يقول لك لعل الله لعل الله هو انه يغفر له لعل الله كذا لذلك انا ننصح خوتي ما ضيع وش وقتكم ما ضيع وش وقتكم اذا راكم متشوفوا قال مثلا انا العبد الضعيف راك ضيع في وقتك معايا ما ضيع وقتك اختصر وقتك وروح شوف ما ينفعوك شوف شوف ما ينفعوك وروح تبقى برامج اللي هي تثقف منها برامج اللي هي علمية تفيدك تعلم لغة تعلم ميكانيك تعلم اي شيء تعلم تصوير تعلم مونتاج تعلم اي شيء المهم ما تقعدش تضيع في وقتك معايا تبع الناس اللي يرهمهم يفيدوك المهم اخطيك من الرداء اخطيك من هذوك الناس اللي يرهمدوك خاصة بكري كانوا ناس بكري كانوا يقولوا يقولك تبع الانسان هذك اللي يبكيك ليش هذك الانسان اللي يضحكك لانه هذك الانسان اللي يضحكك هو راهو مديك للواد هذك الانسان اللي راهو يبكيك راهو باش يفطن فيك باش نتة تفطن تفيق خطر راهو مديك الماء تذك نحن البال حتكلمنا على التفاهة كان الأخ واسمه كريم وجه لي واحد سؤال وإن كان مكنش ربما مركزا مليح من بعد عاودك عاودك سمعته هذ الناس اللي راه مضوك مثلا هما في الغرب عندهم تفاها عندهم لكن فرق بين إنسان شبعان وراه وذرك هو يضحك قال راه وجهته السكرة هذك من البذخ هذك اللي راه يعيشه ولكن منت هذك العريان الحفيان اللي ما عنده شغل اللي ما عنده سكن اللي ما عنده كذا وراه هو قاعد يتبه فتفهات هذك اللي راه شبعان راه يضحك ولا راه يرقص ولا راه هو يغني والله هو كذا راه ربما من البذخ هذك ربما من راحت البال ربما من كذا راه هو صار هو هيم وانت